أهلا أحبائنا مشاهدين السؤال كيف نقترب إلى الله وبعد قليل سأقرأ بعض الآيات من كلمة الكتاب المقدس أو خليني أبتدي في الأول بالقراءة من كلمة الله من الكتاب المقدس مكتوب في آية 6 يعقوب 4 آية 6 ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطى وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم فالسؤال كيف نقترب إلى الله حبائي لقد خلق الله الإنسان على صورته ليكون في علاقة معنا لنكون تاج خليقة ونكون لذة خلقنا لمجده ولنسبح اسمه العظيم ولكن المأساة الكبرى أن الخطية دخلت إلى العالم من خلال آدم وأخطأت البشرية في آدم فالخطية دخلت شوهت كل شيء لوثت كل الإنسان نفسا وجسدا بل تفشت الخطية واستشرت في كل نواحي الحياة حتى أصبح كل تصورات وكل فكر الإنسان إنما هو شرير من أجل هذا في البداية أخذ الله المبادرة لخلاص الإنسان أخذ هذه المبادرة طبعا من أجل اسمه ومن أجل محبته للجنس البشري وذلك عن طريق الذبيحة الدموية فالله ألبس آدم وحواء أقمس من جل تقدم هذه الدبائح الدموية بالإيمان لنوال الغفران ولستر وتغطية الخطية ولتجهز الإنسان بالإيمان يوما ما لما سيحدث ليسوع المسيح بموته الكفاري البديلي على الصليب من أجل الجنس البشري ويسمي هذا الدم دم كريم دم ثمين مش بس ليكفر ولكن ليزيل تأثير الخطية وليزيل الغضب الإلهي لأنه غضب الله معلن على خطية الإنسان من البداية مكتوب عن الله أنه رفض ذبيحة قائن وقبل ذبيحة هابيل وطبعا لأنه حياة النفس هي في الدم فالدم هو اللي بيعطي الأكسجين لكل الجسم وينفس الله في الإنسان فإذن الحياة في الدم لقد جاء المسيح بعدما عجز النموس عن خلاص الإنسان جاء المسيح بعدما عجز الأنبياء لتخليص الإنسان وعجز الناس بكل المحاولات عن طريق الذبائح عن طريق البر الذاتي عن طريق الصدقات والحسنات والصوم عن طريق الأعمال ولكن كم من الأعمال تستطيع أن ترضي الإله القدوس لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت وليست أعمال صالحة أجرة الخطية هي موت وأما هبت الله فهي حياء أبدية في المسيح يسوع ربنا فإذن بموت المسيح صار لنا الدخول وصار لنا القبول وصار لنا الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ونلنا الحياء الأبدية أصبح لنا الثقة أن نتقدم إلى عرش النعمة أصبح لنا الثقة أن نتقرب إلى يسوع المسيح اشتركوا في القناة